والنهاردة تنطلق منافسة الجولة رقم 6 من البريمير ليج أو الدورة الإنجليزية في الموسم الجديد ده طبعا بعد إغلاق سوء الانتقالات الصيفية في أوروبا فيه كلام كتير جدا عن المنافسة في الدورة الإنجليزية في ظل صدارة أرسنل وانتصاراته المتتالية كمان تقلق منشاستر سيتي وتاطنم والأداء الباهت للأسف لليفر بول وتشالسي خلينا نروح مع حضراتكم كده لقراءة وافية عن الجولات الستة الأولى من البريمير ليج وكمان نتكلم عن آخر الاستعدادات للمسلم الجديد من الدورة المصري وكمان أبرز الصفقات اللي هتعلن عن الأندية في الفترة اللي جاية كل ده نستعرضه دلوقتي معظفة أن نورنا في الستوديو محمد جمال الناقض الرياضي سباح الخير محمد نورنا سباح الخير أخبار كتير قوي في حاجة كتير قوي نتكلم عليها بس هبدأ معك كده في البداية من البريمير ليج الدورة الإنجليزية صدارة أرسنل خلينا نقول مفاجأة شوية ولكن أرسنل لحد ما نفسه مش طويل ليفربول تراجع إلى حد كبير مان سيتي جاي بقوة شايف كده يعني حتى الآن البريمير ليج شايف أنه فعلا مفاجأ ولا شايف أنه هو ماشي حسب التوقعات بصي على الرغم من مرور الخمس جولات بس ويمكن الناس شافت مستوى مختلف من منشستر سيتي السنة دي من أرسنل بردو على الرغم من خمس مباريات ما كانش من المتوقع أن أرسنل تفوز بالخمس مباريات ويبعندها 15 نقطة في الصدارة ولكن يمكن لو تكلمنا عن أرسنل فمايكل أرتيتا حاطت خطة كويسة عملت صفاقات كويسة في بداية السيزون من منشستر سيتي بتعاقب مع زينشينكو أو حتى مع جابريل كيسوس صبكة الأبرز في فريق أرسنل السنة دي يمكن كمان ظهور لعيبة زي مرتينيلي بشكل كويس جدا ساكة بشكل كويس مدافعين كمان صليبة وكابريال بشكل كويس في أرسنل كالت بقت عندها الكدرة على التواجد أنا من وجهة نظري أن هدف أرتيتا حتى المدير الفني الأرسنل هو التواجد في المربع الزهبي والوصول لدوري أبطال أوروبا والعودة من جديد السنة الجاية مش هدفه البطولة طبع لو جات البطولة هتبقى شيء كويس جدا لكن أتوقع أنه عارف كويس أول أنه مش هيكمل الـ 34 مباراة بنفس الأسلوب الناحية الثانية يمكن السيتي هو اللي يمكن الفريق المحافظ على مستوية هو بطل البريمير ليجي الموسم الماضي بفريق نقطة عن ليفر بول السنة دي متصدر الجدول عنده أفضل صفقة وهو إيرلينج هالن تسع هدف خمس مباريات مدعم كمان صفوفه من خط الدفاع وخط الوسط بشكل مميز جدا يمكن ليفر بول هو اللي فاجئنا شوية يمكن بدأ الموسم بفوزه بالأقب بالدرع الخيرية على حساب منشستر سيتي بهدف كمان كان موجود نونيس بشكل كواس كان صلاح كمان ضربة جزاء كان بشكل كواس جدا قلنا أن ليفر بول هتبدأ الموسم بشكل كواس بدأه بطولة يعتبر بطولة زي السوق كلا عندنا بس يعني الإصابات وراء تراجعوا على ليفر بول عدم التعاقد مع صفقات قوية كمان قالت أنه فيه جاب كبير جدا بالليفر بول والسيتي محتاجة ليفر بول أنها يتاخد وقت أكبر من عدد من المباراة عشان ترجع تاني لمستواها يمكن بقية الفرق ما فيهاش مفاجآت أكتر من فولهم شوية فولهم كمان مفاجآت بشكل كواس عنده متروفيتش محافظ على مستوى يعني إفيرتون سيئا للنهاردة هتلعب ليفر بول عدد بقى تشيلسي وتطنهام برضو لسه مستوى ما مدناش الحال اللي كانوا هينفسه به بدأت الموسم اللونيس برضو مش أبرز حاجة فيمكن الموسم ده يمكن مظهرش غير سيتي سوم وارسن طيب محمد يمكن المركات خلاص أغلق شايف مين أكتر نادي استفاد من سوء التنقلات في الموسم ده تحديدا بص لو هنقسم شوية التنقلات هنقول في بداية الموسم استفاد طبعا منشستر سيتي بالتعاقد مع العيب زي إيرلينج هالند العيب كانت مميزة جدا وظهرة جدا في بروس دورتون ناحية الثانية بعد غلق سوء الانتقلات ده أو يعني بالزبط 31 أغسطس أو 30 أغسطس يمكن أفضل نادي عمل صفكات كان منشستر رونايتد منشستر رونايتد تتعاقد مع صفكتين يمكن كلفوه ملايين كبير جدا سواء أنتوني لعب آيكسة بسردام بـ 85 مليون يورو ثم التعاقد مع كاسيميرو من ريال مدريد وطبع لايب الوسط المعروف للعالم كله بـ 70 مليون يورو يمكن دول الصفكتين هيكونوا مميزين خلال الفترة الجاية لمنشستر رونايتد هيقدروا هم من خلاله أنه يدعم صفوفه يمكن برضو كان كريسينور مالدو كان على سوق الانتقالات أنه ممكن يرحل أو ما يعودش في منشستر ولكن خلاص تم بقاءه في منشستر برضو من الفرة اللي عملت صفكات كانت فريق تشيلسي يعني كوكوريل بكشمال وكمان فوفانا اللي موجود في خط الدفاع أوباميانجة كمان اللي رجع تاني للدورة الإنجليزة عبر بوابت تشيلسي من برشلونا فأعتقد يمكن يونايتد صفكت شيلسي هم أفضل ناديين عملوا صفكات ليفر بول يعني أعرف لو قالك إيه ألحق كده المريكات وأنا الدنيا كده كده قبل بأيه في الفالحة عمل أي صفكة بأيه جاب أرتون ميلو طبعا من يوفينتوس هو الععيب كان في برشلونا ثم راح يوفينتوس حالا سبيل له عرب ما ظهرش في شكل بايس شايف داعي كل إضافة لي؟ بص أي لعيب يدخل تحت وكيادة يورجين كلوب بيقدر يرجعه تاني للشكل الأمصر ولكن يعني كنا قبل لهوا بقولك أن ليفر بول أو يورجين كلوب دايما من مدرسة أو من سياسة مخليها ناجح في ليفر بول وناجح مع إدارة النادي اللي هي مش من الصرف قوي ما بتحبش تصرف كتير هو أنه يخرج لعيبة من الشباب اللي عندهم في النادي تقدر أنها تبقى بعد كده لعيبة مميزة أيوك سينا شايفين برضو ليفر بول دلوقتي مش في أفضل حالات وإمكان حتى محمد صلاح يعني فيه جدل داير أنه مش في أفضل حالاته بصي محمد صلاح متأثر شوية متأثر أكيد أن وسط الملعب مش مديله الإمكانيات المميزة كان للسنوات اللي فاتت كان بيبقى صلاح ومانيه دلوقتي بقى صلاح لوحده لأن لويس دياس مش هو مانيه خيرين بتفين على ده وليفر بول ما جابش الصفقة اللي ممكن تعود رحيل ساد يومانين حاد دلوقتي في الهوبل الشمال ساد يومانين كان بيعمل قوة كبيرة جدا كمان مع مهاجم زور بورتو فرمينيو بيفضل مساحات للاتنين فبيبقى صعب جدا على أي يدفع قسم أنه يدافع قدام صلاح وقدام مانيه دلوقتي صلاح أصبح لوحده وسط الملعب كمان كان دايما بيبقى فيه لعيبة فليفر بول بصيري يعني بيبص الكورة بشكل أسرع دلوقتي مش موجود غير هندرسن وميلنر والاتنين كسروا سن الخمسة وتلاتين سنة فطبعا إمكانيات أنه هما يقدروا يطلعوا الكورة لمحمد صلاح ده صعب شوية فبيقدر أنه هو دلوقتي كلوب يدي هيرفي إيلويت لعيب صغير في السن يدي كمان جونز لعيب صغير في السن جاب دلوقتي برضو أرتور ميلو لعيب صغير في السن عنده ألكنتارا ونبي كيتا لسه مصابين لكن مع وجودهم مع فبيينيو ممكن شوية لقى صلاح لجع يعني هيقدر أنه يرجع تاني حتى شفنا آخر مباراة مثلا كانت مع نيو كاسل كان فيه الصعب برضو بص يا صلاح نيو كاسل مش من الفرق القوية قوي بص يا صلاح يمكن إحنا عشان يتعودنا على أنه هدف الدوري الإنجليزي كل سنة وده ده اوبشن يعني هو أنه هو يوصله ده نجاح لكن هو أنه هو وجوده في الدوري الإنجليزي بالأداء ده وثابت على مستوى من 2017 ده نجاح برضو صلاح السنة دي هو أكتر لها في الدوري الإنجليزي صنع فرص للزملاء والتهديف فده يقولك أنه هو مستوى ما ترجعش ده دي خلينا نقول هل يعني دور محمد صلاح في الفترة القادمة هيبقى صنع أهدف؟ بص صلاح مش هيقبالها صلاح مش هيقبالها إطلاقا لأن صلاح دايما هدفه أوعينه على الجوائز والجوائز بتبقى بالأهداف بابتبقاش بالصناعة يعني كيف انت بروين عندك السنة اللي فاتت ولا قبلها مجمع من شو سرسل المتعلق صلاح كمان نفسه يمكن ما بيأسرش بصناعة الأهداف السنة اللي فاتت هو 15 أسسته وأكتر صناعة في الدولة الإنجليزية والأكتر تهديفا فإلماني عندنا سجل وصنة هو محتاج بس منظومة تقدر تخرجه تاني لقدام المرمى وتفضيله مساحة صلاح دايما لأي بسرعات محتاج مساحة يوصل بالجون صلاح يمكن المسلم ده هدفين وثلاث أسستات مش وحشين في خمس مبارات يمكن مش ده المعدل بتاع محمد ولكن ممكن في مبارات واحدة زي إفيرتو النارد وكي سجلك هاتريك فيبقى ساعته وسل لخمس أهداف فالناس مش هتحس ان هو بعيدها مستوى تمام هو قصة ان هالند سبق شوية تسع هدف خمس مدشاط فده رقم كبير والناس كلها في الوقت في انجلترا بتتكلم ابتدوا يقارنوا يمكن شوية ابتدوا يقارنوا بالزبط وقالك هل هو سيكسر رقم محمد صلاح التاريخي في 2018 بالوصول إلى 34 هدف الدوري الإنجليزي بدأوها بدر شوية الصحفة الإنجليزية بتحب انها تبقى بدر تسخن الأمور شوية لكن انا شاف ان صلاح ماشي بوقترة كويسة المباراة النهاردة قدام بفيرتون ممكن يجي فئة هداف وسهل ان يساجل فئة هداف مع مرور بقى المباريات بتباعا كده صلاح اعتقد هيفانش الموسم مرضو بـ 20 و 25 هدف هيكسة في هالند طيب برناردو السلفة شايف ليه انتقالوا لباشلونة في فشل وكمان داريبش بس كده احنا كمان شايفين تقلق بالوقت بصي اظن ان هو تمسك بابجورديولا بامكانياته بابجورديولا مدارب منشلسة سيتي مش من المداربين اللي بتسيب لعباتها بسهولة وبرضو برناردو من اللعيبة المؤسرة يمكن المباراة اللي فاتك كمان كان صنع هدف والمباراة اللي لا كان صنع بالضبط برشلونة حاول فعلا نضمه برشلونة حلل الاسبة المالية اللي عنده وحاول ان هو يضمه بشكل كبير جدا ولكن القصة كلها في تمسك بابجورديولا بامكانياته لا انا محتاجك برناردو انا محتاجك طبعا انت ليك عقد في النادي وانا مش عايز تسيبك وهو برضو مرتاح في منشستر سيتي فانا موجود في الفريق وبشارك بشكل اساسي وموجود في التشكيل فانا مفيش اللي يمنع ان انا هتمسك او بالانتقال او هتمسك بالرحيل والعكس بسا لفاندو فاسكل اللي برشلونة مباري كان تمسك لكن برناردو لم يتمسك بما اننا بقى في منشستر هالند اللعب العملاق اللي سجل تسع اجوان في خمس مباريات تحديدا شايف المستقبله ايه وهل هيبقى منافس لكريستيانو ولا بص هالند من العيبة اللي اظن ان هو هتكمل في الكرة سنواته قدام يمكن خلاص الحجبة بتاعت كريستيانو مثل اللي كلنا يعني عيشنا عليها لمدة 15 سنة انتهت ودي حقيقة انتهت خلاص ويمكن دلوقتي التلاتة اللي في العالم او الكامسة اللي في العالم اللي ما بينهم محمد صلاح يمكن هالند ومبابيه ومحمد صلاح واعتقد كريم منزيمة طبعا بكل اللي هو بيعمله الفترة حالية ويمكن ييجي وراءهم بس بمراحل شوية بقى عدد كبير جدا من اللاعبين في العالم ولكن انا اظن ان هالند هيكمل مسيرة كبيرة جدا قدامه الفترة طويلة جدا مع منشستر سيتي من الفرق اللي بتخلق هيكون في الصدر هيكون في الصدر اعتقد مع محمد صلاح لان دولة انجليزية دايما بيبقى برضو بيعتمد على الخبرات شوية هالند من اللاعبة اللي كان في دورته واند بيجي لقصاباتي انا اتمنى له اكيد طبعا عدم الاصابة ولكن كان من اللاعب اللي بيجي لقصابات اتمنى الاصابات ما تاقطروش اتمنى ان هو يحافظ على نفسه لعيب من الرويجي حايل حايل جدا فعلا ولكن اعتقد ان هو هلقي منافسة صعبة جدا في الدورة الانجليزية مع اثنين لعيبة سواء صلاح او هريكين نجم توتن هم طبعا طيب تشالسي تشالسي من الانداءة المهمة في الدورة الانجليزية لكن اداءه برضو غير مرضي في الفترة دي لكن هو مؤخرا ضم اوباميانج برغم ان اوباميانج برضو اداءه ما كانش احسن حاجة مؤخرا شايف تشالسي في الفترة او يعني خلال الدورة دار وانتدي الجولة الستة هقدر يرجع مرة تانية بص تشالسي مع طوخل يمكن بطل دورة ابطال اوروبا من سنتين سنة اللي قبل الفاتل بطل دورة ابطال اوروبا كان في مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لكل نويفوز على مانشوستر سيتي في المبارات النهائية يمكن من بعدها تشالسي بيحاول انه دايما يبقى موجود فيه مصاف الكبار لكن مش منافس مباشر على الدورة الانجليزية واعتقد ان السنة دي مش هيكون منافس مباشر على الدورة الانجليزية يمكن مشكلة من المشاكل تشالسي في الصيف ده انه دور دايما على التدعيم الدفاعي يعني راح جاب كوليبالي انا متفاهم ان انت جاب كوليبالي لانه لو دريجير راح خلاص للمدريد لكن كوليبالي وفوفانا وكوكوريلا لعيبة خط دفاع يمكن جاب اوبا بيانج قبل غلق جد باربعة خمس ساعات فده يقولك انه هو ما كانش في تقديد اصلا الفترة اللي فاتت تبليج ليه مش 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 عارف افسرها بالزوت بس تخل منتشغل شوية بتصريخات منتشغل شوية بخناقات في الملعب يمكن تشلسي كانت تستحق افضل من ده او تعاقدات افضل من ده لانه حتى الخط الهجومي سوائك ايها فرتز او حتى انهما بعطي موبردن عندهم هفرتز والوقتي وعندهم عدد برضو من اللعيبة ما تقدرش ناء جابوا ستيرلينج اوف خط الهجوم بس ستيرلينج مش من اللعيبة اللي هي تحطيها تشلك فريق مش صلاح مش هلند مش هاركين فانك تحط ستيرلينج وانت جايب له اوباميانج اعتقد تدعيم كويس لان اوباميانج على الرغم انه هو 6 شهر اللي فات ومش الافضل في برشلونة ولكن يظل اوباميانج من هدفين الدولة الانجليزية بيعرف يتعامل مع الدولة الانجليزية بشكل كويس جدا اعتقد ان تشيلسي ممكن فترة جاية نتائجها تتحسن خاصة بعد التدعيم برضو القوي جدا دفاعيا اعتقد انه ممكن تتحسن فترة جاية طيب محمد خلينا نروح لتوتنهام شايف كونتي المدير الفني اثار في سوق الانتعالات الموسم ده مع توتنهام ولا الفريق مش محتاج اصلا اضافة لي دلوقتي بس اعتقد ان هو مش محتاج لانه جاب في بداية الموسم برزيتش من انتر ميلان وبلعبه باك شمال جاب كمان ريت شارلوسون من ايفيرتون كانت صفقة مفاجأة مهاجب ايفيرتون فهو عنده في الاحطة القدام عنده سون وعنده هاريكين وعنده كروزيفيسكي وعنده كمان ريت شارلوسون وعنده فصة ملعب لعبه مميزة جدا عنده في الباكات كمان لعبة كتير عنده حارس مرمى كويس للريس محارس متخف فرنسا اعتقدت انه ما اصرش فيه فترة الانتقالات وما كانش محتاج سفقات هو بس محتاج كونت ان هو يعدل شوية من طريقة لعبه عشان يدي حرية اكتر سواء لسون او كين لان السنة دي مفيش الحرية الاكبر لسون زي السنة اللي فاتت يكفي لسون في اربع مبارات خمس مبارات في الدولة الانجليزة مسجلش هداف سون السنة اللي فاتت هو هداف الدولة الانجليزة مع محمد صلاح فده يقولك ان مش هو تركب من مستوى سون او مستوى صلاح هو القصة فيه تغيير طريقة اللي تغيير ادوارهم في المرأة تغيير اللي تعمل للحيب دور مركب هو مش عارف يشتغلوا لسه فده تبقى ادوار مدربين اعتقد كونت يعني ان هو يحرر سون يحرر رهايكيني يحرر كولوزوفسكي هتلاقي تطرم مختلفة تماما العيبة اللي موجودة دلوقتي هتقدر تنافس الفرق التانية بنكلم على منشستر بنكلم على ليفر بول بالضبط تقدر تقدر تطرم دايبا بالعندلة تقدر بس هي محتاجة تحرر شوية هجوميا من كنت لان كنت بيعتمد شو على خط الدفاع بيعتمد شو على تقفيل اللعبة بالدفاع من وسط ماعف لا محتاج ان هو يحرر شوية زي ما ليفر بول كده زي بقولنا محتاج مرونة تكتيكاشة في الملعب عشان تخلي النجوم اللي عندك عندهم اريحية سواء هنا سون سواء هريكين في تطرم سواء حتى في تشيلسي سواء حتى في ليفر بول صراح بتقدر تخليهم اريحية عكس الستي بقدر اريحية بشكل كبير جدا لأنك انت شايف عدد كمان الاهداف الموارات صعب كل موارات اربع هداف ست اهداف خمس اهداف العدد كبير جدا ليه في حراية جمال كل اللعيبة انها تقدر تخلق لنفسها مساحة المتعينة ومساحة للفرصة نتسجل الهداف لكن التزمت الدفاع والقادف هذا مش كل حاجة في الدولة الانجليزية صحيح مان يونيتد بحقيقة من المشاهد الغريبة ان احنا نشوف كريستيانو برونالدو مش اساسي يعني بيعتمد عليه الموزير الفني بيعتمد عليه خمس دقايق عشر دقايق دين مشاهد الغريبة جدا بالنسبة او مش بتعودين عليها في الاخر هو كريستيانو برونالدو واحد من اهم لعبي كرة القدم في العالم دي حاجة تاني حاجة كمان مان يونيتد كان يعني حريص انه كان ليه نصيب كبير برضو في السفقات والانتقالات بص ان تشوف في كريستيانو برونالدو لعب مية خمسة وسبعين ديها بس في خمس مبارات فده يعني لو كنا نقولها البعض من خمس سنين مش هنصدق فان افضل لعبي التاريخ هو ميسي انه يشارك مية خمسة وسبعين ديها بس في خمسة اعتقد بترجع لأزباب كتير جدا هي مش قصة سوق مستوى برونالدو او ترجعه مستوية هي القصة بترجع ان هو كان طلب الرحيل وكان انا مش مش هبقى موجود فترة جاة لان مانشستو الناسل انت عارفة مش هتكون موجودة بدورة بطالة اوروبا السنة دي فدور على العرض سواء نابولي سواء سبورتيجليش بونا سواء ميلان سواء أتليت كومادريت سواء باير ميني خرطبت اسمه بعدد كبير جدا من الاندي اعتقد ده خلى تنهاج لازم ياخد قرار مدير الفني جديد هولندي لازم ياخد قرار ضد نكمل فريق عشان زي ما يقول كده زي الباقي الباقي يشوف ان فيه مدير فني قوي بيقدر اقعد كريستانو درونالدو ومالها هيعمل ما انا ايه برطو فده اللي حصل بالفعل ان هو يعني الاول باين ان كريستانو خارج خطته تماما عشان هو طلب الرحيل وطلب انه يمشي فكريستانو طبعا لما معرفش يمشي كريستانو دايما ملعب اردن محترفة ما كانش يوصل اللي هو وصله ده اللي كان محترف وعرف دورو كويس كريستانو ما اعترضش ما عملش اي حاجة خالص في الكامس مبارات اللي فاتت هو تبقى بينزل بينزل ويلعب اخر مباراة قدام لستر سيتي بنزله في اخر الدقايق نزل وشارك وضيع كورتين المحققين يمكن يمكن كريستانو محتاج يجيب فورمتو لو جاب فورمتو اعتقد يكون لعب مهم جدا جدا اليونيتد اليونيتد لانت بتبني فريق محتاج يجيب فورمتو محتاج يجيب فورمتو في معدد مواطشات كبير يشارك بشكل اساسي برضو انت بتكلم في لعابة عن 37 سنة وهو محافظ على كويته العضلية بدلين مش محتاج اي حاجة ولكن هو محتاج ان هو ياخد مبارات كتير عدد كبير دلوقتي السفقات اللي جات اليونيتد زي ما قلتي لأ هو جاب سفقات كليات سواء كاسميرو في وسط الملعب ان هو يخش في وسط الملعب يكون شيء مميز انتوني كمال لعب ايكس جابوا بصفقة كبيرة جدا و 85 مليون فدرقم 55 مليون درقم كبير عنده لعيبة زادخية قاعد هاريم واجواير كان من افضل السفقات كان في فترة من فترات كانوا بيكلمون هاريم واجواير افضل مدافع في انجلترا بقلو سنتين حاجة سيئة جدا 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 عدو لعب بران فعمل تغييرات كتير جدا ملاتسي الباكي الشمال لعب شاب فهو قدر يغير كتير جدا من تشكيلة منشستر فمحتاج رونالدو ان هو يدخل وسط المجموعة ده عشان يظهر بالشكل اللي احنا كلنا متعودينا عليه رونالدو